مجلس الوزراء وما حققته من نتائج ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا وحتى على أهمية المبادرة بأخذ التطعيم كونه إلى جانب الالتزام بالإجراءات الطريق الأمثل للوصول إلى التعافي التام ثم نوه المجلس بجهود غرفة تجارة وصناعة البحرين ومبادراتها في تطوير النشاط التجاري والتنمية الصناعية وقرر المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي عرضتها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية داعيا المولى عز وجل يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنى على المصابين في الشفاء العاجل ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن طلب الموافقة على توقيع إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة 2020-2022 بين وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين والذي يهدف لتطوير مسارات التعاون بين الجانبين لتكون مواكبة لبرنامج الحكومة 2019-2022 وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 والتنمية المستدامة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات مشروع شرق ستر الإسكاني وما تضمنته من إجراءات للإسراع في وطيرة التنفيذ والإنجاز مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رجود الحكومة على عشرة اقتراحات برغبة وثلاث اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن مدقيقية الحسابات الخارجيين مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن التقرير الأول عن سير عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة 2019-2022